الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 انزلاق القابض المفرط ماذا يعني ذلك؟ رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام وينطبق على العديد من مركبات OBD2 أحدث 1996 قد يشمل ذلك على سبيل المثال للحصر المركبات من OD, Fulix, Wagen, Volfo, BMW, Elach على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح الدقيقة اعتمادا على السنة والطراز والتكوين ومجموعة نقل الحركة إذا قامت سيارتك بتخزين الرمز P0811 فهذا يعني أن وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM قد تلقت إشارة إدخال بيانات من مستشعرات سرعة الإدخال والإخراج مما يشير إلى أن القابض ينزلق بشكل مفرط قد تكون وحدة التحكم في ناقل الحركة PCM وحدة قائمة بذاتها ولكنها غالبا ما يتم دمجها في مبيت واحد مع وحدة التحكم في المحرك ACM وهذا ما يسمى PCM يستخدم PCM إشارات الإدخال من أجهزة استشعار متعددة للمحرك وناقل الحركة لحساب أقصى درجة مسموح بها من انزلاق ناقل الحركة القابض قد يتسبب قرص القابض وتآكل لوحة الضغط بالإضافة إلى العطل الميكانيكي في انزلاق القابض المفرط يستخدم PCM إشارات دخل الجهد من مستشعر سرعة الإدخال ومستشعر سرعة خرج الإرسال لتحديد ما إذا كان القابض يعمل ضمن المعلمات للحصول على أقصى انزلاق مسموح به كما هو الحال مع العديد من أعطال النقل الأخرى قد يكون سبب انزلاق القابض تعطلا كهربائيا أو ميكانيكيا جالبا عندما يتم ارتداء مادة الاحتكاك الموجودة على قرص القابض أسفل مستوى معين يبدأ القابض في الانزلاق عادة ما يصاحب هذا الشرط الرائحة المميزة لمواد الاحتكاك المحروقة إذا اكتشف PCM درجة من انزلاق ناقل الحركة القابض الذي يتجاوز الحد الأقصى من المعلمات المسموح بها فقد يتم تخزين الرمز P0811 وإضاءة مصباح مؤشر العطل ML قد تكون دورات الإشعال المتعددة مع الفشل مطلوبة لإضاءة ML ما مدى خطورة هذا DTC يشير الرمز المخزن P0811 إلى حدوث مشكلة كهربائية خطيرة أو نوع من فشل الفاصل على أي حال يجب تصحيح الشروط التي ساهمت في تخزين رمز من هذا النوع في أسرع وقت ممكن ما هي بعض إعراض الكودي قد تشمل أعراض رمز مشكلة P0811 مايلي إنزلاق الإرسال تعشيق الترس القاسي يحدث تعشيق القابض بالقرب من أعلى الرائحة القوية لمواد الاحتكاك المحروقة ما هي بعض الأسباب الشائعة للرمز قد تتضمن أسباب هذا الرمز قرص القابض المهترئ أو لوحة الضغط مستشعر الإدخال أو سرعة الإخراج المعيب الأسلاك القصيرة لمستشعرات سرعة الإدخال الإخراج خاطئة PCM أو خطأ في البرمجة ما هي بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها P0811 قبل محاولة تشخيص P0811 تأكد من أن القابض ولوحة الضغط ومحمل الإقلاع تعمل بشكل صحيح ستحتاج أيضا إلى التحقق من أذرع البطانات والبطانات وكذلك المكونات الهايدروليكية للقابض إن أمكن يلزم وجود ماسح تشخيصي وفولات أو متر رقمي DVOM ومصدر لمعلومات تشخيصية خاصة بالمركبة لتشخيص الرمز P0811 قد يكون من المفيد أيضا استخدام راسم الذبذبات عند محاولة تشخيص أعطال جهاز استشعار سرعة الإدخال والإخراج يمكنك استخدام مصدر معلومات السيارة لتحديد موقع نشرة الخدمة الفنية TSB التي تتطابق مع سنة السيارة وطرازها وطرازها بالإضافة إلى حجم المحرك والكود المخزن والأعراض المعروضة إذا وجدت واحدا فقد ينتج عنه معلومات تشخيصية مفيدة مع عمل القابض بشكل صحيح تابع الخطوة الأولى من التشخيص الخطوة واحد استخدم الماسحة الضوئية المتصلة بموصل تشخيص السيارة لاسترداد جميع الرموز المخزنة وبيانات إطار التجميد ذات الصلة من الجيد كتابة هذه المعلومات قبل مسح الرموز ثم اختبار قيادة السيارة حتى يدخل PCM إما في وضع الاستعداد أو تتم إعادة تعيين الرمز إذا دخل PCM في وضع الاستعداد في الوقت الحالي فقد يكون الرمز مقطعا وقد يكون أكثر صعوبة في التشخيص إذا كانت هذه هي الحالة فقد تحتاج الظروف التي ساهمت في تخزين الرمز إلى التفاقم قبل إجراء تشخيص دقيق الخطوة 2 إذا تمت إعادة تعيين الرمز على الفور فستتطلب الخطوة التالية من التشخيص أن تبحث في مصدر معلومات سيارتك عن مخططات التدفق التشخيصي ومخططات تثبيت الموصل ووجهات نظر الموصل وإجراءات مواصفات اختبار المكونات الخطوة 3 استخدم DVOM لاختبار الجهد والأرض والإشارة عند مستشعرات سرعة الإدخال والإخراج تشغيل وإيقاف المحرك تتكون دوائر مستشعرات سرعة الإدخال والإخراج عادة من جهد مرجعي وسلك إشارة وأرض الخطوة 4 استخدم راسم الذبذبات متصل بدائرة الإشارة والأرض للتحقق من وجود طفرات ومواطن خلل في نمط إشارة مستشعر السرعة تحدث معظم رموز انزلاق الإرسال بسبب مكونات القابض البالية بشكلٍ مفرطًا